عقد وزير الخارجية سمح شكري مع نظيره البريطاني جامس كليفر لجلسة مباحثات لبحث تداعيات التصعيد العسكري في غزة وخلال اللقاء كذا شكري على ضرورة وقف الحرب الدائرة في غزة والإنفاذ الفوري للمساعدات واحتواء التصعيد وتجنب امتداده لمناطق أخرى وفي سياق المتصل حذر شكري من تداعيات استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على مزيد من التردي للأوضاع الإنسانية وكذا الآثار المدمرة لسياسة العقاب الجماعي من حصار أو تهجير قصري مشددا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته إزاء توفير الحماية اللازمة للمدنيين من جانبه أعرب وزير وخارجية بريطانيا عن تقديره للجهود التي تقوم بها مصر على المستويات كافة لخفض التصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لا سيما تنسيق الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية كما رحب كلافرلي بمبادرة مصر بالدعوة إلى قمة السلام متمنيا لها النجاح في طرح حلول لوقف التصعيد الراهن والتعامل مع المستقبل